القضية الأهم، يعني الرئيس تتكلم عن عضايا كثيرة تتكلم عن سؤل في أمور عديدة وتتكلم في أمور عديدة لكن التصريح أو طبعا هو حضر المحاكاة حضر قبل عضاء هيئة القناة وحضر المحاكاة للمشكلات عندما تقع وخلافه وقام بجولة في قناة السويس ولكن قبل ما يقوم بالجولة التقى به عدد من الصحفيين المصريين والأجانب ومن الصحف العربية والمحطات العربية وسألوا أسئلة كتيرة جدا ربما كانت لبيه السيد الرئيس في هذا المؤتمر كان عن سد النهضة وإحنا هنا شفنا لغة مختلفة شفنا أداء مختلف شفنا الرئيس الذي رأيناه في الساحل الشمالي في شمال مصر عندما تحدث عن سرط الجفرة خط أحمر بالنسبة للقضية في ليبيا وقال إن عبور خط سرط الجفرة وكان يقصد طبعا القوات التركية والمرتزقة التركية اللي كانت موجودة إن عبور هذا الخط بالنسبة لنا هو خط أحمر عندها تبدلت الأمور والأمور زي ما أنتوا شفتوا اتغيرت ودخلنا في حل سياسي يعني بقى وضع جيد جدا في ليبيا أو يعني وضع أفضل كثيرا يتجه للحلول السياسية ودولة جديدة يعني وضع مختلف تماما على الأرض فيما يتعلق بسد النهضة هو أكد مرة أخرى إن المفاوضات هي طريقنا وإن إحنا مستمرين في المفاوضات وإن هناك الجديد في المفاوضات في الأسابيع المقبلة طبعا إحنا قدامنا شهور قليلة يوليو يبدأ الفيضان موسم الفيضان إثيوبيا مستمرة في بيانتها لحد النهاردة مستمرة في تصريحاتها إنه الملء الثاني للسد مستمر 13.5 مليار متر مكعب وإنه هو في موعده في موسم الأمطار في يوليو المقبل وإنه بلاده ليس لديها وإنه إثيوبيا ليس لديها على الإطلاق الحق أي ضرر بمصر أو السودان ولكنها تريد أن تعيش لا تريد أن تعيش في الظلام يعني إثيوبيا طبعا بتصدر فكرة إنه ضد التنمية إنه مصر والسودان ضد فكرة التنمية إنتوا مش عايزين أن يكون عندنا كهرباء إحنا مش عايزين أن إحنا نضركه ولكن نريد أن نعيش في حياة أفضل وحقنا في التنمية وفي السد لكي يعني يكون عندنا كهرباء الرئيس كلم أن إحنا مصرين على المفاوضات ولكن وهنا الكلام المهم وقال إحنا مش بنتكلم كتير ولكن بنقول للجميع محدش هيقدر ياخد نقطة من مية مصر واللي عايز يجرب يجرب تون مختلف صوت مختلف طريقة مختلفة تماما في الحوار قال نحن لا نهدد أحدا إحنا عمرنا ما هددنا حد دايما حوارنا رشيد جدا صبور جدا ولكن محدش يقدر ياخد نقطة من مية مصر وإلا وإلا هيكون في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتحملها أحد كلام مهم كلام لم يقوله السيد الرئيس من قبل خلونا نسمع أهم جملة قالها الرئيس فيما يتعلق بسد النهضة وأهم يعني بنتكلم في السنين الماضية كلها لو في الست سبع سنين الماضية كلها منذ توليه هذه أهم عبارة قالها الرئيس السيسي فيما يتعلق بسد النهضة وأهم عبارة قيلت في السنين العشرة مفاوضات العقد من الزمن اللي مش شايفينها ستنتهي نسمع ما قاله الرئيس هل بس أقول أن موضوع التفاوض فإحنا بس عشان يبقى دايما حتى وإحنا كإعلامين بنتكلم بنتكلم على إن المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأي العام العلامي كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بطروا وإحنا بنكسب أرض بإن إحنا جادين في إن إحنا نتفاوض بشكل حق الكذب للجميع يعني ما يبقاش في حد يستأسر بحاجة وكل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المال عابرة للحدود إحنا مشيين في ده ويمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة هيبقى فيه تحرك يعني إضافي مفاوضات في هذا الموضوع ونتمنى إن إحنا نصل للاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد إحنا مكلمش كثير بس أنا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب إحنا ما بنهددش حد لو سمحتوا ما إحنا عمرنا ما هددنا ودائما نحوارنا رشيد جدا ويعني صبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر واللي حب فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد لا يتخيلها أحد ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا لا أنا عمري ما كلمت كده وأنا ما هددش حد بقول تاني مية مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط أحمر وحيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر حيأثر على استقرار المنطقة بالكامل كلام مهم المصرين كلهم كانوا مستنينه الرئيس بيقول أنا ما بهدد إحنا مش بنهدد حد ولكن ما حدش حيمس مياه مصر ولا حق المصريين وما فيش حد بعيد عن قدرتنا وأي أرد فعلنا إذا ما تم المساس بمياه المصريين سيؤثر على الاستقرار بالمنطقة